حرق القرآن لعثماء حرق أصول بتاعت القرآن المصاحف الأديمة والأصول بتاعت القرآن اللي تم بها عثمان دي عملت علامة استفهام كبيرة جدنا في مصدقات القرآن ومع أن الكتاب المقدس برضو في عصور اضطهاد وعصور حرق الكتب المقدسة عدت وكده أنا أحط أول مقارنة دلوقتي الكتاب المقدس عد في عصور اضطهاد استمرت أربع قرون تقريبا ابتدت بعصر الاضطهاد بتاع نيرون وبعد عصر دوميتيان عصر تراجان ماركوس لغاية ديقليديانوس كل العصور العشرة اللي كانت بتعدي بالاضطهاد على المسيحية كان هم الرومان يحرقون الكتب المقدسة ويحرقون المسيحيين ويتهدون المسيحيين ويقتلوهم طيب إذا كان الكتاب المقدس تعرض لعشر عصور اضطهاد في ربعمائة سنة ولا زال الكتاب المقدس موجودة مخطوطاته قارن بمين اللي حرق مخطوطات القرآن واحد مسلم كان خليفة المؤمنين المسلمين وقائد ليهم وهو اللي حرق هذه الأصول ولم يحرق القرآن اضطهادا وإلا ما حرق لكي يطمس حقيقة الأصول القرآنية ويغير فيه فإحنا دلوقتي عندنا مع كل عصور الاضطهاد اللي حصلت في المسيحية للمدة ربعمائة سنة فيه خمس تلاف مخطوط باللغة اليونانية طبعا المسلمين ما فيش أي مقارنة ما بين الكتاب المقدس وما بين القرآن الاقتباسات الاقتباسات الآباء الأولين الرسل للكتاب المقدس بتجمع الكتاب المقدس نفسه بس من الاقتصابات حتى تظهر صحة الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر